السلام عليكم ورحمة الله بيديو جديد اليوم قبل البدء في الفيديو أرجو اشتركوا في القناة لا تفعل الجرس حتى يرسجكم كل جديد انضم لاعب التينيس والمصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا حول العالم حيث أقد النجم السربي بأن نتيجة الاختبار الذي خضى عليهم مؤخرا جاءت إيجابية وجاءت إصابة ديوكوفيتش بفيروس كورونا نتيجة عدم احترام أصول تباعد الاجتماعي خلال دورة نظمها شخصيا تحت مسمى أدرياء الاستعراضية الخيرية في عدد من دول البلقان وسبق أنكشف أمس عن إصابة ثلاث لعبين ومدربين اثنين وسبق أن أصيب أيضا الكرواتي بورنا توريش وسبق أن أصيب أيضا كرواتي بورنا توريش والبلغاري غريغور ديميتروف وفيكتور ترويشكي بفيروس كورونا بعد المشاركة في البطولة أدرياء الاستعراضية الخيرية خلال الأيام السابقة ديوكوفيتش يعلن إصابته بفيروس كورونا وعرنا ديوكوفيتش عن إصابته بفيروس كورونا في بيان نقلته صحيفة تيريغراف مؤكدا على أنه سيكون في العزل الذاتي لمدة 14 يوما وأنه سيجري الفحص مرة أخرى بعد 5 أيام